أنا عاوز أضيف حاجة مهمة جدا جدا في المباراة الكبيرة والبطولات تفاصيل صغيرة في وقت مهم بتفرق في المباراة يمكن النادي الأهلي كسب البطولة الزمالك كان أفضل شوية فنيا خلال المباراة ولكن لما المباراة يمتدت وقبل ما تخلص بعشر دقايق شفنا أخطاء ما ينفعش تتعمل دلوقت يعني أخطاء بتسبب أهداف وبتأثر مع فرق يعني الجون الأولاني الكرة كانت مع نادي الزمالك خطائين وراء بعض في مكان حرج خلت كرة مع نادي الأهلي تتعمل بينية ويجي منها الجون التوقيت ده صعب أغلط الأخطاء دي في المكان ده وأنا بلعب مباراة كبيرة مباراة قمة على بطولة فالتفاصيل الصغيرة دي بتفرق في المباراة والبطولات الجون الثاني الكرة هجم النادي الزمالك اسلام على السدر خاطئ راح تلعب النادي الأهلي لعبها عالية استردباك تلعب لعبها وحش جدا 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 جات لإمام اتردت والناس كلها مهاجمة طبعا عشان خلاص المباراة بتخلاص جون فتفاصيل صغيرة دي بتبقى وعي لعيب تمركز لعيب في وقت تحارج جدا جدا في المباراة الحاجات دي بتفرق مع الفرقة بتفرق في نتيجة المباراة بتجيب بطولة وبضع بطولة طيب أنا سؤالي لك يا كابتل أحمد يخص إمام وقفشة وقفشة تماما لما اشتغلوا مع بعض زي ما تشوفت ده صرع وسجل وده صرع وسجل تمام نادرا لما مارس الكرة بيستخدم الاتنين مع بعض في نفس المباراة تماما كابتل إمام وقفشة لعبه الاتنين تمانيات ما بيعملاش مارس الكرة لما ممكن المباراة والاتنين اللي عمل فيها الحركة دي ليه ما يبقاش حاجة سبتة في الأهل الإمام وقفشة اللي اتنين بقى فرض الملعب ما نقدرش نقول كده ليه وطبعا يعني كابتل حميد مدرب كبير وشغل التدريب كلها تفكير انا مش كل المباراة زي بعضها والسيناريو المباراة مختلف عن المباراة اللي بعدها عن اللي قابلها في تفكير المدرب وفي التشكيل وتعاملوا مع المباراة والتسعين دقيقة تمام زي ما قلنا النهاردة ناد الأهلي خطرته فين في الطرفين بداية الهجمة عنده هاني عنده معلول عنده بيرسي عنده حسين خطرته في الطرفين وبيلعب طرفين كويس ومعظم المطشط جواله كلها بتيجي من الانطلاقات لإمام من هاني لإمام من علي حسين معظم الجنو طب ناد زي ما لك النهاردة قفل فأنا كمدرب لما تدركت ده أنا غيرت الاستراتيجية بتاعتي نزلت اللعيب البليميكر اللي هيقدر يحطير الكورة وراء المدفعين أنا عندي إمام بيقطع بشكل كويس سواء لما بيلعب تمانية ناحية لمين أو ناحية شمال بيروح على الطرف النهاردة قبل الجون ده اتحرك نفس التحرك ده مرضين ثلاثة بس اتلعبت بشكل مش كويس هو دايما بيخطف على الطرف خاصة الشمال وبيقطع وراء المدفعين لما نزل أفشا عملها بشكل كويس لما تغيرت الاستراتيجية وده برضو زكاء مدر أنا ما ينفعش ألعب كده كل مرة لإني أنا قريتي إيه للمباراة وقريتي إيه لالخصم وتعاملي زي المباراة لأ أنا بقول له ناردة ده زكاء من المدرب إنه غير في التوقيت ده ولعب بالعمق أكتر من الأطراف كون إنه يلعب بأفشا وإمام واردوا نلعب بيهم في مباراة وارد إنه متعود بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة وأفشا ما بيلعبش تمانية يعني بيلعب عشر أفضل فإنك تلعبه تمانية صعب يعني أنا في وجود العناصر اللي موجودة في نادي الأهلي هو ترتيبه بعديهم بالنسبة لتمانية لا يلعب عشر ولكن الرجل ما بيلعب شربعة ثلاثة ثلاثة واحد عشان يلعب بعشر